أكتر فنانة تونسية بتمثل في مصر واللطيفة بتحبها في فنانة اسمها هندي صابري أنا مقدرش أفوت لها الشغل يعني صراحة طبعا لا بجزء طب مين مطربة تونسية معروفة في تونس ترشحيها أن الناس تعرفها في مصر مطرب مش مطرب مين مطرب آه في صوت حلو اسمه أحمد ربيعي أنا طلعته معايا في قرتاج ده أتوقع له أن يكون نجم على مستوى العالم العربي كله صوت من أروع الأصوات طيب مين فت عندكوا أصوات ما شاء الله كتير تونس معروفة بالأصوات الحلوة زي أسمى بن أحمد مثلا أسمى من أحلى الأصوات وألفة بالرمزان أصوات حلوة جدا 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 طب أنت ممكن تساعدها وتعرفيها بالناس هنا لو طلبوا مني أكيد أكيد مليون المية مش هتردد ثانية يعني طيب أكتر مغني تونسي بتحبيه في التلاتة دول الهودي الجويني لطي بشناق أم ولا صبر رباعي لا أنت جبتي هادي جويني ده تاريخ زي ما بتقولي هنا مثلا موسيقار يعني محمد عبدالوهاب أو هادي جويني بالنسبة لنا مأثرنا كله الهادي جويني تعلمنا كلنا من الهادي جويني الأستاذ لطفي بشناق والأستاذ صبر رباعي هم من الجيل الحالي هم الاثنين رائعين طب تحبي مين بينهم لا حرام ما تحطينيش في موقف طب هما مختلفين في الصوت يعني كل واحد يستعيل كل واحد شكل طبعا يعني أنا بصي أنا يعني أنا طلعت أنا وصابر مع بعض وبحب أتابع صابر وحب أسمعه ومش معناه أن أنا محبش لطفي بشناق لا أكيد بحب صوت لطفي بشناق جدا وأغانيه وتاريخه وشرف لتونس في صوت زي لطفي بشناق لكن أنا ميلة لصابر شوية كلنا بنحب صابر لطفي بشناق وبنحب طبعا لصابر لطفي بشناق بسي صابر رباعي يعني ما عرفش صوته مية كده يعني طبعا طبعا ما بيعملش مجهود طبعا طبعا لا فنان مشرف لبلده وللفن العربي عموما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر